السلام عليكم ورحبا بكم معي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية في هذا الفيديو سوف نصبه واحد الدرس اللي هو من الأهم دروس ديال la gramair واللي هو الفراز interrogative يعني الجملة الاستفهمية الجملة كيمكن لها تكون declarative يعني إخبارية interrogative يعني استفهمية imperative يعني أمرية وexclamative يعني تعجبية وفي هذا الفيديو إن شاء الله قد نشوفه لفراز interrogative يعني الجملة الاستفهمية alors لفراز interrogative سر أبوزي إن كيستيون يعني الجملة الاستفهمية كتحتاج باش كنترحو سؤال وكينين جوج ديال الطرق باش نطرحو سؤال كينا لاكيستيون توطال وكينا لاكيستيون بارسيال لاكيستيون توطال هي لاكيستيون هو السؤال اللي الشخص اللي كنترحو عليه داك السؤال خاصو يجاوبنا بوي أو لا نون يه أو لا لا وهذا الكيستيون توطال كتترح بتلاسة ديال الطرق اللي غادي نشوفو في هاد درس قالوا احنا يا كيف كتشوفو توفي تيدووار يعني أنت أو لا أنت كتدير التمارين ديالك هاد الجملة هادي هي ستكون فراز declarative يعني جملة إخبارية كتخبر بأن أنت أو لا أنت كتدير التمارين ديالك ولكن احنا بغينا نردوها أو لا كي تلبوا منا في امتيحان أن احنا نردو هاد الجملة اللي هي ديك لغاتيف نردوها فراز interrogative عندنا تلازة ديالطرق أول طريقة هي أن احنا نضيفو أو ننزلو هاد الجملة نفسها تُفِي تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لقاء الى الى الانتاغاب إلا كان يدير اللي دفورة عدي قلنا إلا ما كنشة في دفورة عدي قلنا نان الآن هنا تريقا لولا لابن هنا كنا défاء دائ هذه الفرس الدائرة نيشن كما هي أو كنا ديفولها پوين دعم ترغب شو على طريقة تانيا كنا نسو بو لانّكرزوا لسيجة كيف كنت سوفنا هنا هنا TU و و Travis وجود أو شع uma وفي رب ذهب وفو 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 وفي رجب هذا simples نقن في رسالة والفاق كانوا يولم ربا وإذ Industries تح这次 و primero سعرف حسنا و umm و yerde لكن كروفStrق إن رسالة قد نكتبو بالمجسكول لأننا نحن نعرف بفرنسية بأننا الفراز commence toujours بالمجسكول et se termine par un point نعرف بفرنسية بأننا الجملة دائما قد بدنا بالمجسكول إذن الفعل لما في خصويتكسب بالمجسكول في أو ت لها بالمجسكول قد نكتبوها بالمجسكول هنا يتو صبناها بالمجسكول لأنها كانت في الول ديالجملة ولكن دابا تو مابقاتش في الول ديالجملة رها في الواسات ديالجملة إذن قد نكتبوها بالمجسكول أتنشون هذا هو الخطأ اللي كيدرو بزر ديالتالاميد كي كتبو بحال دابا هنا لverb تايل عرفو طريقا كي كتبو لverb بالمجسكول وهاد تو وهاد لسجي وخاكي كون في الواسات ديالجملة كي كتبو بالمجسكول إذن كأكم تروني نزابون ديالجملة لنظل تقام بحاجة للمشاهدة ماذا يقولون لدينا يقولون لدينا حاجة لدينا ان يقولون لدينا ان يقولون معلومة هل تقالح لدينا تقالح لدينا ولكحالك ان تقولون عنه سابقون على الوضع الوضع وم احسن على الوضع الوضع فأتلت او مالذي قل كفت يطلبه ليس مرة لديك طريقة الثالثة دائرة فقط يجب تفضل انت اسف كان ما تنسوش هاد اللي التخي دينيو هادو هاد الخط هادا اللي كيربط بين جوج ديال الكلمات بين هادا وهادا 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 اسكو او كاتكتبو جملة ديالكم نيشان كاتمشيو لهاد الجملة اللي هي ديكلا راتيف دكار ما تنسوش تصوبو هادي حدب اسكو فيتو تدووار لا ما تنسوش هاكدا غادي تمشيو لأفراز ديكلا راتيف اللولية دكار وتكتبو ت تابت الحال ت هنايا بالماشيسكول لانها جاس في اللغة للجملة ولكن احنا هنا يا ها ت ماشي في اللغة للجملة اذن غادي نكتبوها بالمينيسكول دكار اسكو تفي تتدوار تتدوار تدوار والدين سعبو تدوار تدوار أورا دين سعبو ها تدوار تدوار ادوار ألب تدوار رزيح قدت بقل كتابت المشيو هذه الطريقة يجب أن يكون لدينا السيجئ الفاعل يكون لدينا تو او لا فو او لا نو. يجب أن يكون لدينا السيجئ هذا يجب أن نصبه هذه الطريقة. هذه هي الكيستيون توتال. لدينا ثلاثة طرق. هناك مثل الثاني. إلي ألا ميزون. إلي يعني هو إلي إنه في المنزل. ألا ميزون في المنزل. هذه جملة إخبارية. سيكون لدينا فراز ديكلاغاتي. ودابا بغينا نردوها فراز إنترغاتي. أول طريقة هي أن نحن كنكتبو الجملة نفسها إلي ألا ميزون. إنهو في المنزل. ولكن فقط نصبه للمنزل. ولكن نصبه للمنزل. ولكن نصبه للمنزل. ديال الجملة الإخبارية خاصة داروني أن ننصبه للمنزل. للمنزل الإنترغاتي. يعني النقطة الإستفامية. ولا. وغادي تقول لي إليه ألا ميزون. يعني كنسوغر. ألي قطçarما يعمل ، يهم للمنزل. نخ blamed عن التقليل إذا كان هو للمنزل coreشهر. وك c'est le verbe يعني الفعل كنسبو لنversion du sujet le sujet كي ولي هو تياني أو le verbe كي ولي هو لول ولا اي هو اللي غدينسبو لول اي هنا يأ اغدينسبو بالمجسكول اي هنا يأي كنسبونا بالمجسكول لأنا جاف لول دل جملا ولكن دابا غدينسبو إلا بالمجسكول لأنا جاف لول جملا ومنسوش نسبو لتري دي نعم وهذا الخط بينتهم لنكملو الجملا دينا دابت الحال ماشي نسبو لپوان دانتوروغشن لأنا سؤال لأناها جملا استيفامية ولا وغدينتو اللي اي تي لالا ميزون واش راح في المنزيل طريقة ثالثة هي سهلة اي س ك نسبو تصوبو هالي تي لالي بيناتهم هنا يأي نتابهم زيان تجربت المصورة على المصفرات написة قليلة لدينا قلت أنه في الجديد هل في نكتهى سمسورها في المنصف فالأنت في الجديد من المنسك س stingية على المنصف على المنصف المنصف هذا يقال على التجربة سكرة إلى المنصف هنا يكفي كي تخزه هنا يل هنا يل لدينا بلا كيفية هنا يل 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 إن ويال من دي كيكون لسجي كيبدأ إن ويال كان حدفو هاد لأ لي هو يالك كان سوولو يعني لنسحو ولا وغادي نسوف عطو لابوستخف ولا وكاتولي إس كيلي آلا ميزون لأن إس كيلي آلا ميزون كاتجي تقيل ألا ديكشي كان سوولو دوكل أ وكان سوولو فعطو لابوستخف وهاد بريقه هاد كان سوولوها حتى من دي كيكون لسجي ألا من قولو إس كيلي آلا ميزون دكار ووالا ودابار عن ديون دوزول طريقة تلسان من دي كيكون لسجي وغادي غروب نومنال لسجي يعني الفاعل كيكون غروب نومنال يعني مجموعة اسمية من سكو مجموعة زائد اسم هذا كان سي موح نومنال من دي كيكون لسجي يعني الفاعل في الجملة هو نومنال طريقة لولا كنزلو الجملة نفي كما هي نفي اد سا مر يعني اد جملة كما هي في الفاعل ديكلا جملة الهوالي فقط كنزلو لسجي اد سمرة نقطع الهوالي يالجملة الهوالي كنزلو نقطع الهوالي فقط الهوالي وكا تولي لسجي اد سمرة فقط يعني الهوالي يعني كنزلو سوط ديكلا لانهو سوال طريقة تانية كنزلو لغروب لغروب nominal سيجي يعني الفاعل لغروب كنزلو لغروب اد يعني الفاعل لغروب اد وكنزلو واحد العملية اللي هيا كنزلو لغروب 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 هنا لغروب لغروب كنزلو يعودوها ب un pronom personnel بل pronom personnel بالدامير ال يعني هيا كنزلو وغروب الفرنسية un pronom de reprise يعني كنزلو لغروب لغروب وغروب un pronom بمşet لغروب يعني لغروب يعني إلا كنزلو اللي غروب او لغروب 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 جذلو يعني agens اللي غروب او لغروب إلا إلا وإلا أل اما هو او لا هي اذا احنا لا فيه يعني بنت اذا نعوده بهيا وهيا بالفرنسية يعني ال غاضي نضيفه ال هذا كنسميه بالفرنسية و لكن قبل من هاد شي بما ان الفعل ما كيتسلاش بالتي كنسبو وحاد التهنايا قبل لبخونه قبل هاد الى مر بشي مر بشي مر بشي مر بشي مر بشي مر ساعدنا في النقطة الى الصفاء طبيناتهم. ونكمل الجملة سامر. نطبيق الحال لا ننسى وش نصبو نقطة الاستفامية. وكاسولي. لا في ادتال سامر. هي هاد طريقة هدي كجي صعيب للدراري. ما كيعرفوش كيفاش يخرجوها. ولكن نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بها الشرح ديالي. طريقة تالتة هي دائما كنضيفو اسك. ما ننسوش هاد اللي بيناتهم. اسك. كنرجعو الافخاز ديكلاغاتيب. يعني الجملة الاخبارية اللولية اللي اعطينا. وكنكتبو الجملة ديانا. لا. في. اد. سامر. انطبيط الحال كنصوبو البوان الانتروجاتيون. وكتولي. اسكو لا في اد سامر. بنسبة اللي ما فاهمش المعنى ديالجملة. لا في هي البنت. اد. هي تساعد سامر. يعني الام ديالها. دوك غادي تولي. اسكو لا في اد سامر. واش البنت كتساعد الام ديالها. والا. وده برض ندوزول هاد الجملة هادي. اللي هي. لا في اد. لر مر. لر مر. اللي في هم البنت. هاد جد لEX. اد. كتساعدوا لر مر. الام ديالهم. لر يد Saulهم. الام ديالهم. ودها رأس badge. ل paket Ш diskut وبانترم sign. plus نوم أعادة المنم كتابة 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 كنت ستبع نشن letting لدي أد لدي مرة كنت ستبع في نساء لكن نحن أنع نصبع المتاجع يهاني يهاني نقطع الاستفاميه الاطريقة الثانية لنفعل اللي لفي لسيجي يعني الفايل تبعو لذارب يعني الفايل وكيف قلنا كن نجعو لسيجي يعني الفايل وكنشوفو باش ممكننا نعوده شمين برونو ممكننا نعوده لفي يعني البنات إذن غدي نعوده بأل يعني هن دكار أل وغادين دفو أل هنا لبرونان دو ربريز اللي هو أل ولكن دابن ما ماشيش نزيزو تي لأننا عندنا تي هنا لذارب يعني الفايل كي تسالا بأنت تي إذن ما نحتاجوش تي فاقت عدا نكملو جملاديننا ترجمة نانسي قنقر الاستفامية كتحتاج باش نسولو على شي حاجة نا غادي تكون انكسيون بارسيال يعني غادي نسولو على واحد الحاجة معينة بحال هنا يا وابت تو وابت تو يعني اين تسكون يعني هنا يا سؤال دينا غادي يكون على المكان في كتسكون او يعني اين والجواب غادي يكون جابت او غادي تقولو المكان في كتسكون او هنا كيل اجاتي كيل اجاتي يعني كم عمرك او لا شح الف عمرك دكار يعني هنا غادي كون سؤال خاص بالعمر ديالك والجواب غادي كون جي انا يا جي 20ان جي 10ان جي 12ان على حسب السيح لكم غادي تقولو العداد تصولو لنبو و تكتبو ان لائما ان يعني او عشرين سنة او حتاش لسنة اتست تران هنا يا انا كمن تابلتو كمون يعني كيفا هنا يعني شنو اسميتك الفرنسيه يقاولو كمن تابلتو او لا مكينا نقولو كمن تتبال محل هنا يمكننا قولو كال اجة توا كال اجة توا هنا يمكننا قولو توا بيت اولا يمكننا قولو أبت توا مجوجوم صالحين يعني هنا كمان تابل توا كمان تابل يعني مجوجوم صالحين وو الجواب أم مأم وغلي تسوب التّليم تبليك التّليم이랑 كمبيكككككككككككككคككككبه صارت capac valt محالكككك كأنكككككككككككككك Zachari اجبوا بكره يهنا يهونه 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 فهيه او خب التقلب لدينا اسوقنتی من التولگrias خوفانت بدایام كم برا برا بارونتا جنا أجلبت برا hatten وdat هنت المخصور عن بسين سوالت وان what is Garīda برا برا بارونتا دستني اجلاسي Nastشعورَ هنالتاء كيدل aussi أتأمس لغا چتن ، رـ ، ، ، ، ، المنزل أخرج استفادة جم Rank موسيقى إذن la phrase interrogative commence toujours par une majuscule يعني الجملة الاستفامية تبدأ دائما بمجسcule يعني الحرف الكبير et se termine par un point d'interrogation وكتسالة بنقطة الاستفام اللي هي هاتشكل هدا voilà نسمي الناس كون هادا فيديو وعجبتكم طبيط الحالي لعجبتكم ما تنسوش انكم تبركوا للزير الاعجاب وتابونوا في الاشياء باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء au revoir